نظمت الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة الأسرة وبدعم من منظمة اليونسيف سلسلة دورات تدريبية على منصات نظام المعلومات الصحية صحة الطفل والعمل الصحي المجتمعي والتي تستهدف المحافظات المحررة بمشاركة 60 مشاركة ومشاركة من محافظات عدل لحج الضالع والحديدة وفي افتتاح الدورة استعرض مدير عام إدارة المعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان أحمد السعيدي الجهود المبذولة لإنشاء منصة خاصة بالنظام المعلومات الصحية في وزارة الصحة مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي مواكبة تكنولوجية المعلومات خصوصا في قطاع الصحة من جانبها حثت موثلة منظمة اليونسيف لينالبار المشاركين على الاستفادة من الدورات لتعزيز قدراتهم على التعامل مع تقنية العصر فيما استعرض مدير إدارة التغذية محفوظ علي مقبل أهمية التي يمثلها التدريف في تعزيز قدرات المشاركين في التعامل مع نظم المعلومات الصحية